ما عليك شيء تروحاً وما عليك شيء قلت لك أنتروحاً شرقاً وغرباً بين مترقة ازدواج الحكومات وزناد السلاح المجموعات المسلحة التابعة لها تتخبط أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا فبحسب تقرير منظمة هيوم رايتس وورش شهدت البلاد ارتفاعاً في وطيرة انتهاكات حقوق الإنسان بسبب انهيار السلطة المركزية ومؤسسات الدولة منذ عام 2014 وهو العام الذي شهد إطلاق عملية الكرامة قتل وخطف واعتقالات خارج القانون تمارسه الميليشيات المسلحة بحسب التقرير الذي رصد أيضاً انهيار المؤسستين الأمنية والقضائية لتغيب الملاحقة القانونية وتنتفي محاسبة الجنات الأمر والنتيجة تواصل الانتهاكات كل هذه الفوضى من انهيار مؤسسات الدولة واستمرار الجريمة تحصل وفق التقرير في مناطق تسيطر عليها حكومة في الغرب يفترض أنها ولدت من اتفاق سياسي وأخرى في الشرق حيث تسيطر ميليشيات الكرامة التي تدعي أنها جيش وطني ميليشيات يتهمها تقرير المنظمة بمنع أكثر من 20 ألفاً من مهجر مدينة بنغازي من العودة لبيوتهم وبالاستلاء على منازلهم وممتلكاتهم بحجة الإرهاب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط إيريك جولجتاين أكد أن عزمة الهجرة تظهر بقية التجاهل الذي تتبعه بقية دول العالم تجاه الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان في ليبيا أزمة حقوق إنسان وحالة إفلات من العقاب يرن الليبيون إلى أن تطوى صفحتها وتعالج مخلفات أربع سنوات من الدمار طال البنيان والإنسان